نقلت وكالة رويترس عن مصادر بالجيش والمخابرات السورية أن إسرائيل استهدفت قاعدة رئيسية للدفاع الجوي جنوب البلاد قال المصدر لرويترس أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات ورجح المصدر أن تكون الضربات استهدفت قاعدة تابعة للدفاع الجوي للجيش السوري ونقطة الرادار في منطقة تل الصحن بمحافظة السويدة كشف مصدر عسكري آخر للوكالة تكثيف تهران جهودها لتزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي يمكن أن تقلل من فاعلية الضربات الإسرائيلية تابع المصدر العسكري السوري لرويترس أن تزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي مرتبط بحسابات حرب غزة في حال تساع نطاق الصراع للإشارة فقد تعرض نظام دفاعي آخر مضاد للطائرات في تل قليب وتل المسيح في جنوب سوريا في تل قليب عفوا وتل المسيح في جنوب سوريا لقصف إسرائيلي الشهر الماضي